وجه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بتشكيل لجنة تضم رئيس هيئة الرقابة المالية ورئيس التنفيذي للسندوق الإسكاني الاجتماعي ووكيل محافظ البنك المركزي لإعداد برنامج متكامل للنهوض بنشاط التمويل العقارية وكذلك العمل على وضع تصورات واضحة بشأن تقديم دفعة لنشاط تصدير العقار للخارج بما يسهم في توفير النقد الأجنبية جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقده رئيس الوزراء لاستعراض سبل النهوض بنشاط التمويل العقارية وتصدير العقار للخارج وأكد مدبولي أن التمويل العقاري يهم قطاعا عريضا من المواطنين المهتمين بالحصول على وحدات سكنية وفق هذا النظام التمويلية الذي يستفيد منه المواطن وشركات التمويل العقارية وهو ما سيسهم في مزيد من النشاط بالسوق العقار ويحدث انتعاشة اقتصادية شكرا شكرا ل Stand Same Smart